المسائية من الميادين وفي عنوينها المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب هدف حيوي في حيفا في الأيام السابقة بصاروخ كروز حديث تطور كبير في عمل الجبهات المساندة لغزة ماذا بعد في جعبة محور المقاومة الضفة الغربية صداع القيادة الإسرائيلية المقبل تطور نوعي لعمليات المقاومة يؤكد فشل الاحتلال العسكري والديبلوماسية الأمريكية تتحرك للتعويض فهل يكون مصيرها الفشل؟ القوة النارية لحزب الله والخوف من قدراته يخلقان حزاما أمنيا داخل الأراضي المحتلة على الحدود اللبنانية الجنوبية وتحرك أوروبي أمريكي لمحاولة تجنيب إسرائيل مخاطر توسع الحرب فما هي السيناريوهات؟ تعلن المقاومة الإسلامية في العراق ضربها هدفا حيويا في حيفا المحتلة في الأيام السابقة وتوزع مشاهد لإطلاق صاروخ كروز من طراز حديث هذا ليس خبرا عاديا في المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وفي عمل الجبهات المساندة للمقاومة في غزة هذا تحول نوعي كبير لناحية الهدف والسلاح ومكان الإطلاق عندما ينطلق صاروخ من الأراضي العراقية ويعبر ما يعبر وصولا إلى الأراضي المحتلة فهي رسالة عسكرية وسياسية من العيار الثقيل هي جبهات تحركت كلها نصرة لغزة وأهلها ومقاومتها وصمودها وشهدائها وأطفالها والجرحة ومقابر الموتى التي نبشها الاحتلال على مقربة تقع الضفة الغربية التي أصبحت مع المقاومة فيها القلق المقبل للاحتلال الإسرائيلي لما تشهده من تطور في العمل المقاوم لقد تفاجأ الاحتلال كيف أن الضفة ما زالت تقاوم رغم أنه منذ طوفان الأقصى بلغ رقم الشهداء ثلاثمائة وخمسة عشر والاعتقالات نحو خمسة آلاف فضلا عن تعطير الحياة ومحصرة المدن ومنع أموال السلطة ما أوقف عمل مائتين وخمسين ألف عامل كذلك هي جبهة جنوب لبنان وأقوى الضربات الأخيرة استهدفت قاعدة رادارات ميرون الاستراتيجية لتضاف إلى تهجير سكان المستوطنات وتشكيل ضغط متزايد على الحكومة الإسرائيلية وحزام أمني داخل الأراضي المحتلة ولتجنيب إسرائيل هذا الخطر إذا توسعت الحرب تتحرك الدبلوماسية الأوروبية والأمريكية باتجاه لبنان وتحديدا حزب الله ليبقى الجواب من المقاومة الإسلامية في لبنان العودة إلى الهدوء يوفرها فقط وقف الحرب على غزة في المسايا لليوم مشاهدينا معنا من واشنطن الكاتب والباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور زياد الحافظ معنا من رمال الله الإعلامي والمحلل السياسي معمر عرابي ومعنا أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية ليلا نقول أهلا بكم جميع عن ضيوفنا أستاذ معمر أبدأ معك صاروخ الأرقب ينطلق من الأراضي العراقية يصل حيفا التوقيع المقاومة الإسلامية في العراق أي دلالات تحملها أو يحملها هذا الصاروخ الذي وصل إلى حيفا وكيف تلقت تل أبيب هذا الخبر يعني ما حدث بهذا الخبر الذي تلقته تل أبيب ليس مستغربا نحن قلنا في الأيام الماضية بعد عملية اختيال الشهيد العاروري أن عين الاحتلال يجب أن لا تبقى على غزة عين الاحتلال يجب أن تبقى على العراق واليمن وسوريا والجهة الشمالية مع الحدود اللبنانية بمعنى أن يوما بعد يوم تتجسد فكرة الساحات ووحدة الساحات لذلك إسرائيل تدرك اليوم أن ما حدث بعد 7 أكتوبر ليس كما قبله بموضوع الساحات لذلك هذا الصروف جاء تتويجا لهذه الوحدة وحدة الساحات وما أعلنته هذه الساحات المختلفة في المساهمة في حالة الإرباك والارتباك الذي يعيشها الاحتلال الإسرائيلي منذ 75 عاما بعد إيلات واستهداف إيلات أم الرشراش من قبل اليمنيين وأيضا ما يحصل في البحر الأحمر سيد زياد الحافز ها هي صواريخ العراق تنطلق وتصل إلى ميناء حيفا هنا نريد أن نسأل عن واشنطن واشنطن بعد كل هذه التطورات التي حصلت مؤخرا وواضح أن هناك قلق هذا أيضا نسمعه ويمكن أن نستخلصه من التصريحات للمسؤولين الأمريكيين كيف ستنظر إلى هذا التطور خاصة أن فصائل المقاومة العراقية تخوض أيضا مواجهة قاسية مع الولايات المتحدة الأمريكية في العراق في البداية سلام القدس عليك وعلى ضيوفك القرام ومشاهدين الميادين أن في الحقيقة إنما التطورات الأخيرة هي عبارة عن سقوط نهائي لكل المشروع الأمريكي في المنطقة حاولت عبر احتلال العراق أن تخلق عراقا لا يناهد إسرائيل وإذا اليوم العراق هو في قلب الساحة في الشراء مع الكيان الصعيون وكذلك الأمر بالنسبة لليمن حاولوا عبر العدوان التحالف العدواني على اليمن إخراج اليمن من أي دائرة أستاذ زياد فأنا لا أريد أن أقاطع ولكن أنت حضرتك ذكرت النقطة ربما مغزى الموضوع عندما تحدثت عن العراق أنا أريد أن أركز على العراق لأن هذا كان الخبر الأحدث وأيضا لأننا نتحدث عن صاروخ كروز هو صاروخ الأرقب مطور أيضا ينطلق من الأراضي العراقية ويصل إلى حيفا لا تسقطه منظومة قبة حديدية ويعبر كل هذه المسافة ويصل هذه لها دلالات نريد أن نعرف واشنطن كيف يمكن أن تنظر إلى ذلك عدنا على المقابلة ونصلك إلى الحديث أن سقوط كل مشروع الأمريكي هذا يشكل نوع من الإرباك والحيرة بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية التي تخوض ماركتين ماركة داخلية لعادة اتخاب الرئيس الأمريكي وماركة خارجية لتثبيت دورها ونفوذها في المنطقة وفي العالم بعد أن ضربت صورة هذه الولايات المتحدة الصاروخ الذي انطلق من العراق والذي خرق القبة الحاددية هو أيضا إسقاط للمنظومة الدفاعية الإلكترونية التي أحدثتها الولايات المتحدة في الكيان والتي اعتبرت أن هذا قد يستطيع أن يصد أي شيء وتبين أن الكيان ليست بمنع عن ذلك الصاروخ واحد استطيع أن يخترق فماذا يعني هذا بالنسبة لقيمة المنظومة الدفاعية ولكن الدلالة السياسية هي أكبر من ذلك الدلالة السياسية أن الولايات المتحدة التي حاولت إرسال رسائل نارية ضد الحش الشعبي ضد المقاوفة في العراق أبريغتيال قادتها كان الرد بشكل واضح أن المعركة هي مع الولايات المتحدة ومع الكيان الصيوني بشكل مباشر وكان ذلك الصاروخ المعنى السياسي واضح أن كل محاولات الولايات المتحدة لإخراج العراق من الدائرة الصراع هي بدون جدوى وليس للولايات المتحدة أي رد فعلي أو ناجع في هذا الموضوع يعني القدرة العسكرية للولايات المتحدة التي نراها في الصحوق وفي شاشات التليفزيون والسينما لا تترجم على الأرض لأنه تبين أن الولايات المتحدة عاجزة أن تغير أي شيء في المعادلة أتت لحماية الكيان ولم تستطع حماية الكيان وحاولت أيضا أن ترضع العراق ولا تستطيع أن ترضع العراق وحاولت أن تمنع اليمن ولا تستطيع أن تمنع اليمن إذن القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة أصبحت قب قوسين أو أدنى هذا ينعكس على فعالية لداء السياسي للولايات المتحدة التي ليست لديها أي شيء ممكن أن تعرضه على الأطراف العربية التي هي على التناقض معها ولافت دكتورة ليلا قولة أن المقاومة الإسلامية في العراق أطلقت هذا الصاروخ منذ عدة أيام كما ذكرت في بيانها لافت أنها أعلنت عن هذا الصاروخ اليوم من ناحية التوقيت لماذا برأيك؟ يعني من خلال التحليل قررت المقاومة الإسلامية في العراق الإعلان عن إطلاق هذا الصاروخ اليوم دكتورة ليلا يبدو أنه عندك مشكلة في الصوت نحن لا نسمعك طيب دكتورة ليلا سنعود إليك دكتورة ليلا بعد قليل عندما يتم إصلاح هذه المشكلة في الصوت من المصدر عند دكتورة ليلا نقولة ولكن أعود إليك أستاذ معمر عرابي أستاذ معمر إسرائيل برأيك الآن بعد إطلاق هذا الصاروخ من العراق والذي يأتي بعد تطور كبير على الحدود الشمالية هل من الممكن أن تعيد حساباتها من خلال قراءتك للمشهد عند الاحتلال الإسرائيلي في ظل هذا الانقسام أيضا الذي كان موجود والذي تطور خاصة في الأيام القليلة الماضية داخل حكومة الحرب الإسرائيلية داخل الحكومة الإسرائيلية نلاحظ هذا الانقسام الكبير هل ذلك سيدفعها لتغيير في نهجها أم أنها لا كما أعلنت في أكثر من مناسبة هي تضع هذا الهدف الذي تسميه موضوع القضاء على حركة حماس واستعادة أيضا الأسرة لدى المقاومة الفلسطينية بالقوة دعني نشاهد ونركب الشارع الإسرائيلي والموقف الإسرائيلي الذي يعيش حالة كبيرة من الإرباك اليومي هناك لا نستطيع القول أن هناك رؤية واحدة وموقف واضح في الجانب الإسرائيلي على كل حال الرأي الإسرائيلي أستاذ معمر الآن بحسب استطلاعات الرأي نقلا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية ورد العاجل على شاشة الميادين بأن 64% من الإسرائيليين يعتبرون أن أداء بن يمين نتنياهو في الحرب غير جيد بالتأكيد هذا ما أود قوله أن هناك حالة انقسام عمودي في الشارع الإسرائيلي وحتى في نظام الحكم في إسرائيل السؤال الكبير والجوهر الذي يواجه الكيان اليوم هو مستقبل إسرائيل الإسرائيل اليوم يعيش أجواء 48 اليوم سمعنا تصريحات لمسؤول الشباك السابق عامي أيلون عندما قال نحن اعتقدنا أن إتاحة الاقتصاد وتحسين الاقتصاد للفلسطينيين سينسيهم قضيتهم ولكن وجدنا أن هناك شعبا يقاتل من أجل الاستقلال ونحن اعتقدنا أننا انتصرنا في عام 2002 في المبادرة العربية عندما هرول العرب وقالوا نحن نريد التطبيع الكامل مع إسرائيل اعتقدنا أن هذا انتصار الإسرائيل بعد عشرين عاما وجدنا أن هذا الشعب الذي يقاتل يرود الحرية والاستقلال لذلك السؤال الكبير أمام الإسرائيل اليوم هو مستقبل وجود هذا الكيان الإسرائيلي كل يوم يدرك أن عملية 7 أكتوبر هي عبارة عن فجر جديد للشعب الفلسطيني وأن هذا تاريخ جديد وأن وحدة الساحات التي كنا نتحدث عنها من العراق لليمن لسوريا للبنان هي تتجسد وتتحرج كل يوم لذلك هذا الصاروخ كروز الذي جاء من العراق والمشاغل التي تأتي من البحر الأحمر ومن الجولان ومن الجهة الشمالية اليوم الإسرائيلي في ورطة كبيرة وفي ورطة شديدة إذا نظرنا إلى ما يحدث له في الجبهة الشمالية اليوم نحن نتحدث عن مساحة كبيرة يعني إسرائيل على لسان جانتس على لسان جالنت على لسان نتنياهو تتوعد وتقول قادرون على خوض الحرب في أكثر من جبهة قادرون على تدمير لبنان هكذا يقولون وهذا ما فنده اليوم يتسحاك بريك في مقاله في معاريف مسؤول الشكاوى في الجيش الإسرائيلي السابق قال أنا زرت جبهة الشمال ووجدت أن الجيش الإسرائيلي غير مهيئ وغير كفء لحرب مع حزب الله وأن في حالة حدوث حرب شاملة مع لبنان ستنهار كل المنظومة الإسرائيلية على الحدود مع لبنان قوة الردع التي قام بها حزب الله ومنظومة الردع التي يعمل عليها يوميا حزب الله هي مفهومة جيدة للإسرائيلي لذلك هو يدرك جيدا خطور التوسيع الجبهة الشمالية أنه يعرف هذا الاستحقاق أن حيفا وما بعد حيفا ستكون تحت مرمى النيران لذلك هو يدرك وحسابه الصوريخ على حيفا يا أستاذ معمر وصلت من العراق أستاذ معمر سنعود لنفصل أكثر بجبهة الشمال بعد قليل لكن دكتورة ليلى باتت جاهزة الآن دكتورة ليلى بالتأكيد لك وقت أكثر سنعطيكي المزيد من الوقت نظرا لأنه لم تجيبي بداية بشكل مباشر على السؤال وكان هناك انقطاع في الصوت دكتورة ليلى التوقيت توقيت الإعلان عن إطلاق هذا الصاروخ بالرغم من أنه تم إطلاقه من قبل المقاومة العراقية منذ عدة أيام لماذا أعلنت فصائل المقاومة العراقية اليوم بأنها هي من أطلقت هذا الصاروخ بشكل أساسي نلاحظ أن هناك اليوم ست جبهات مفتوحة على إسرائيل ولكن تختلف نوعية أو بشكل أساسي تختلف عندما تكبر أو تقل الإعلام أو صورة هذه الجبهة عندما يرد الأمريكي ويرد الإسرائيل قد يكون الأمريكيون قد ردوا على هذا الصاروخ بهذا الاغتيال الذي حصل بالإضافة إلى تحول جبهة العراق إلى جبهة أساسية في المعادلة في الصراع العربي الإسرائيلي بعد أن كان الأمريكيون يركزون على اليمن وقاموا بإنشاء حارس ما يسمى حارس الازدهار الذي تبين فيما بعد أنه لم يستطع أن يحرس شيئا أعتقد أن المقاومة العراقية والجهد العراقي ضد الإسرائيل سوف يتصاعد يوما بعد يوم ليجد الإسرائيلي أن هناك ست جبهات سوف تشكل ضغطا عليه بشكل أساسي وإذا كان الأمريكيون يحذرون دائما من جبهة حزب الله هناك رسائل من قوى المقاومة تقول أن جبهة حزب الله هي جبهة من عدة جبهات وقد تكون العراق وقد تكون اليمن أكثر إلاما أحيانا أو بمستوى جبهة أفهم منك الآن أن ما يحصل من رفع تصاعد إن كان كما ونوعا من قبل ساحات محور المقاومة هو مدروس ومنصق بين مختلف هذه الساحات لأنه لافت أن يتم الإعلان عن هذا الصاروخ بعد يوم واحد أيضا من استهداف قاعدة ميرون في جنوب لبنان أو عفوا على في جبهة جنوب لبنان حدود الشمالية لفلسطين المحتلة نعم أنا أتصول أن الموضوع مدروس ومنصق أن محور المقاومة ينسق مع بعضه البعض طبعا أنه طوافان الأقصى حصل بقرار فلسطيني وبقدر فلسطيني ولكن الرد عليه كان منصقا بين محور المقاومة التصعيد التدريجي منصق بين حلف محور المقاومة بالإضافة إلى أنه كان هناك واضح بأن جبهات المساندة هذه تقوم بقدر الرد بقدر الحاجة الرد بقدر ما يحتاجه الميدان ما يحتاجه الصراع فكلما تصاعد الصراع كلما اعتقد الإسرائيلي أنه سوف يوسع عدوانه خارج إطار غزة كلما تصاعدت الجبهات الأخرى وضغطت على الأمريكيين بشكل أساسي لأنه بدون قرار أمريكي وبدون ضوء أخضر أمريكي لا يستطيع الإسرائيلي أن يستمر في هذه الحالة على كل حال إحدى الجبهات الرئيسية مشاهدين منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم الضفة الغربية الكمائن العسكرية ضد الاحتلال تعود إلى الواجهة مجددا في الضفة الغربية لتطرح بجدية القلق الكبير لدى قادة الاحتلال من اشتعالها وتصاعد عمليات المقاومة فيها كأحد تداعيات جريمة اغتيال الشيخ صالح العروري وهذا القلق يشير إلى فشل العمليات العسكرية الإسرائيلية المتتالية التي تستهدف المخيمات والمدن فضلا عن الاعتداءات شبه اليومية للمستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عمليات هجومية وتصد مستمر للمقاومة حيث تحولت بعض مناطق الضفة إلى نقاط اشتباك دائما رغم ما يعلنه نيتنياهو عن أن جيشه يهاجم الضفة كما لم يفعل من قبل مستخدما الدبابات والمروحيات وقد كرست خلايا فصائل المقاومة وكتائبها حضورا وصموضا كبيرين وباتت مدن كجنين ونابلوس وطول كرم والخريل ورامالله عنوين للمواجهة جاءت الضربة التي وجهتها كتيبة جنين للقوات الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة لتظهر تطور العمل المقاوم لدى أبناء الضفة ووفق جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي قتل 41 إسرائيليا على الأقل في عمليات نفذ فلسطينيون عام 2023 الماضي في الضفة الغربية والقدس المحتلة في هذه الأثناء يستبعد محللون أن يتمكن وزير الخارجية الأمريكي من تحقيق نتائج في زيارته الجديدة للشرق الأوسط التي يواصل فيها محاولة ترسيخ الرؤية الأمريكية لليوم الذي يلي وقف أطلاق النار في غزة على قاعدة فرضية هزيمة المقاومة الرؤية الأمريكية بحثها الوزير بلينكين في تركيا والأردن وقطر وسمع في عمان رفض الأردن محاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية ورفضه أي تهجير قصري للفلسطينيين في وقت يحمل فيه بلينكين أيضا هاجس التساع الصراع في إشارة منه إلى التطورات الميدانية على الحدود مع لبنان أستاذ معمر الضفة الغربية مجددا يعني منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم حرب حقيقية تقودها إسرائيل في الضفة الغربية بالرغم من ذلك في كل مرة تعود وتقطحم يعني كل عدة أيام نستمع عن اقتحام لطول كارم لنابلس لجينين محاولات اقتحام وإذ بالمقاومة تتجدد كل مرة تقطحم فيها إسرائيل هذه المدن لماذا كل هذا القلق الإسرائيلي من الضفة الغربية قبل وبعد السابع من أكتوبر بالتأكيد بالإضافة إلى الحرب الدروس على قطاع غزة الحرب هي في الضفة الغربية وبالمعنى الاستراتيجي إسرائيل أنا أعتقد هي في هجومها وعدوانا على غزة في نهاية المطاف ستتعامل مع غزة كوركة تفاوضية ولكن الحرب الحقيقية وإن بدأت ملامحها ستكون في الضفة الغربية والقدس حتى بالمفهوم التوراطي بالمفهوم التوراطي الضفة الغربية والقدس تعني هي أرض الميعاد وتعني هي يهودة والسامرة بالنسبة لهم ولذلك هذا عبر عنه اليمين الإسرائيلي بشكل واضح أننا عندما ننتهي من غزة سننتقل بشكل ممنهج إلى الضفة الغربية نحن نتحدث عزيزي اليوم عن 950 ألف مستوطن مليون مستوطن اللي هم بشكله حوالي 18% من سكان الضفة الغربية والقدس هم موجودين عبارة عن ميليشيات مسلحة تم تسليحهم من ميليكفير ومن اليمين الإسرائيلي هؤلاء عبارة والمستوطنين حركة التلال وغيرها هؤلاء موجودون على الطرقات وبين المدن الفلسطينية هم جاهزين للانقضاد على الفلسطينيين حتى لتصل حرب شوارع مع الفلسطينيين ما يحدث في الضفة هو عمل ممنهج ما يحدث في جينين ما يحدث في تول كارم ما يحدث في نابلس لذلك الإسرائيلي يدرك أن معركة الحقيقية ستكون في الضفة الغربية بالإضافة إلى قطاع غزة وهذا ما حضرنا منه وقلنا له وقلنا أن يجب على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أن تعي أن المعركة هي معركة شاملة واللافت أيضا أستاذ معمر وربما أيضا ولو بتعليق سريع منك أن الإعلام الفلسطيني يتحدث عن دفع تعزيزات كبيرة من قبل جيش الاحتلال إلى رامالله بعد اتحام قوة يمام الخاصة للمدينة بالتأكيد الاحتلال يدخل رامالله ويدخل نابس ويدخل الخليل ويدخل كل كرة ومخيمات ومذل الضفة الغربية أصلا بالأصل الضفة الغربية هي محتلة نحن إن أردنا أن نسمي الأمور بمسامياتها الضفة الغربية تقع كاملة تحت الاحتلال السلطة الموجودة في الضفة الغربية كلنا نعلم والسلطة تعلم أنها هي سلطة بلا سلطة لذلك الإسرائيلي يستطيع أن يدخل أين ما شاء وكيف ما شاء ويقتحم متى شاء والذي يواجه الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية تحديدا في جنين ونابي سوء الكريم هي المقاومة والشباغ الفلسطينيين ولكن الضفة الغربية هي واقعة تحت الاحتلال وتحت الاستيطان نحن نعيش في الضفة الغربية الشكل الأمثل إلى الكنتونات والأبرتهايد نحن المستوطنات موجودة والمستوطنين على كافة الطرقات هناك تقطيع لأوصال الضفة الغربية هناك أكثر من 500 بوابة موجودة بين المدن نحن نعيش بين 444 مستوطنة إسرائيلية ما بين مستوطنة ومنشأة استيطانية عيش فيها مليون مستوطن هذا هو الواقع الديمغرافي الذي حصل على مدار الثلاثين سنة الماضية في عام 92 كان عدد المستوطنين لا يتجاوز المائة مائة وعشرين ألف نحن اليوم نتحدث عن مليون مستوطن يعيشون بيننا وعلى أرضنا وجاثمين على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية لذلك أنا أعتقد أن الكرة ستتضحرج وأن المعركة الحقيقية والدماء ستكون في الضفة الغربية والقدس في اليوم التالي للحرب هذا أو لوقف إطلاق النار دكتور زياد الحافظ هذا ما تبحث عنه دائما واشنطن في هذا الصياق دائما ما تحدث الولايات المتحدة الأمريكية عن تسليم السلطة في غزة للسلطة الفلسطينية الحالية سلطة الفلسطينية الحالية موجودة في الضفة الغربية تحديدا يعني مركز السلطة الحالية موجود في رام الله قوات الاحتلال الآن تقتحم رام الله الولايات المتحدة الأمريكية هل نفهم بأن موقفها الآن هو تغطية أيضا العدوان على الضفة الغربية بهذا الشكل الذي تقوم به إسرائيل هو الحال بدعمها للعدوان على قطاع غزة؟ سيد العزيز الولايات المتحدة شريكة أساسية في العدوان على غزة وعلى الضفة الغربية. لا يهم أن يكون هناك أي التباس. دكتور زياد كما تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنه باليوم التالي للحرب يجب أن نسلم السلطة في غزة للسلطة الفلسطينية الحالية الموجودة. وهي في نفس الوقت تسكت على موضوع اقتحام الضفة بهذا الشكل. وهذه الضفة التي تتواجد فيها هذه السلطة؟ سيد العزيز الولايات المتحدة ليست لديها رؤية واضحة تريد أن تسلم الضفة الغربية للسلطة وهي تساهد في الاقتحام الضفة الغربية التي مبدئيا يتعطي السلطة. يعني كيف يستقيم ذلك؟ هذا يعني ليس وذلك من جدية في الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي يتماهى كليا مع الخطة والأهداف الإسرائيلية ولكن ما لا يريد أن يتحمله هو النتائج السلبية التي تظهر في الإعلام من بحشية الكيين الصهيوني. هذا فقط لغير وريد أن تقول أننا نتكلم بالسياسة ونريد أن نتكلم في التسويات ولأخيري. ولكن الضوء الأخطر معطى للكيين الصهيوني في الاستمرار في العدوان في ضفة وفي تغزة إلا على قاعدة أن لا يتوسع رقضة وتتال جغرافيا في المنطقة ولكن هذا ليس بيد الولايات المتحدة أن تتحكم به. هذا رياد المقاومة بحد ذاتها ومعور المقاومة وهذا ما هي دلالة مثلا الصاروخ العراقي الذي أرشل أطلق على حيفا. هذا يعني أن الولايات المتحدة تحاول إظهار في الإعلام أنها ممسكة بزمام الممور ولكن هي فاقدة زمام الموادرة في الميدان. دكتور زياد لاحظ حتى في الضفة. لاحظ أنه هناك عودة للكماء. هناك تفجير عبوات ناسفة. هناك قتل لجنود لاحتلال. استهدافات مهمة أيضا للمقاومة الفلسطينية في الضفة. هناك انتفاضة بكل معنى الكلمة موجودة في الضفة الغربية وكانت متلفة عن الأشكال الماضية. ولكن هناك انتفاضة بكل معنى الكلمة في الضفة استكمالا بما حصل في طوفان الأقصى يعني كل فلسطين منتفضة اليوم ضد الوجود الريصيوني والولايات المتحدة ليس لديها في شعبتها ما يمكن أن تقوم به لتهديئة الوضع وإنقاذ الخيام الصيوني. المبادرة السياسية اليوم لا جدوى لها. يعني العائلة مع الحقيقة التالية بالنسبة للدول التي تريد تتماهى مع سياسة الولايات المتحدة بات واضحا عندها أن كلفة الرضوخ للاملاء الأمريكي والقلول الأمريكية هي أكثر بكثير من كلفة الوقوف ضد هذه الاملاءات والتناقض معها. لذلك كانت وستكون رحلات البكوكية اللي بنمكن في المنطقة رحلات فاشلة دون أي جدوى أساسية. لننسى أنها قيادات عربية رفضت التلتقي ببيدن. فما بالك بالنسبة هذه سنتوسع فيها بعد قليل دكتور زياد الحافظ لا أريد أن أحرق هذه النقطة نحتاج إلى التوسع فيها معكم مع ضيوفنا ولكن دكتورة ليلة نقول الضفة الغربية أن تصمد بهذا الشكل أن تتطور فيها المقاومة بعد السابع من أكتوبر هذا اليوم الكبير على المستوى الاستراتيجي باعتراف الاحتلال نفسه نفسه عفوا الذي يتحدث اليوم عن معركة مصير في قطاع غزة ما أهمية صمود الضفة في ظل هذا العدوان الإسرائيلي غير المسبوق عليها بهذا الشكل في إطار الصراع الذي يخوضه الفلسطينيون مع الاحتلال الإسرائيلي وفي إطار أيضا البناء على السابع من أكتوبر بشكل عام هناك عدة عنوين كانت إسرائيل تقوم بها يعني سياستها في الضفة الغربية خاصة بعد السابع من أكتوبر أول عنوان كان هو يعني فصل وحدة الساحات بمعناها الفلسطيني نحن نعرف أن معيار وحدة الساحات هو له بعد إقليمي وبعد داخلي فلسطيني يعني يعني بعد عام 2021 عندما أعلن مبدأ وحدة الساحات بعد عملية صيف القدس كان هناك هذا العنوان بمعنى أن إسرائيل لا تستطيع بعد اليوم أن تستفرد فصيلا فلسطينيا دون الآخر كانت إسرائيل من بعد السابع من أكتوبر كانت تريد أن تشير إلى أن الضفة والفلسطينيين فيها مختلفون عن غزة والفلسطينيون فيها هذا له له دلالات إعلامية وله دلالات قانونية أيضا هنا أريد أن أشير فقط إلى أن الموضوع الإبادي في غزة وأي معيار قانوني خاصة بعد الإدعاء الذي قمت به جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولي تستطيع إسرائيل أن تتزرع لو لم يكن هناك أيضا مقاومة فلسطينية في غزة تستطيع أن تتزرع أن الفلسطينيين لا تبيد الفلسطينيين بصفتهم الفلسطينيين فهم أهل الضفة الغربية يعيشون بسلام ووئام ويريدون الاحتلال الإسرائيلي نعم تستطيع أن تتزرع بهذا الأمر لتقول أن أعمالها في غزة ليست عملية إبادة لذلك كان يهمها أن تفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة سياسيا وإعلاميا وميدانيا وحتى من ضمن وحدة الساحات وقانونيا الموضوع الثاني التي أيضا تتعامل عنه إسرائيل وهو يغيب عن الإعلام بشكل أساسي وقالت العديد من المنظمات الإسرائيلية منظمات السلام الإسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية استغلت الحرب في غزة لتقوم بتوقيع إنشاء العديد آلاف المستوطنات وأيضا هناك خطر أن يكون هناك طريق تريد أن تفتحه الحكومة الإسرائيلية يقطع كل تواصل فلسطيني مع القدس الشرقية هذا أيضا تريد أن تعتم عليه إسرائيل وتريد من الفلسطينيين أن يتقبلوا في قضم المجازر التي تحصل في غزة الأمر الثالث أنه هي ترهب الفلسطينيين وتريد الإعلام أن لا يضيء على أنها اعتقلت الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر ولغاية اليوم بالإضافة إلى استشهاد العديد من الفلسطينيين أيضا كما قلت حضرتك أكتر من 300 فلسطيني في الضفة الغربية إسرائيل لا تريد أن يكون هناك تركيز إعلامي على هذه الأمور على الانتفاضة في الضفة الغربية لأن هذا سوف يدفع الإعلام في العالم الغربي إلى الإضاءة إذا كنتم تقولون السرديل الإسرائيلي إذا كانت تقول بأن المدنيين قتلوا في غزة لأن حماس يعني كما يقول الإسرائيلي تعيش بينهم وتستعملهم دروع بشري فما هي حجة إسرائيل بأن تقتل كل هذه الأعداد من الفلسطينيين في الضفة الغربية أعتقد أن انتفاضة الضفة اليوم سوف تغير أيضا في مسار الحرب في الغزة في مسار الإعلام الغربي وتعاطير مع العدوانات العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين ومع السردية الإسرائيلية بشكل عام بعد ثلاثة أشهر على طفان الأقصى أستاذ معمر عرابي نحن نتحدث اليوم نحن في اليوم السابع من شهر كانون الثاني 2024 يعني مرت ثلاثة أشهر بالتمام والكمال على طفان الأقصى هذا هو أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يصل مجددا إلى المنطقة والحديث يتكرر عن اليوم التالي لما بعد هذه الحرب والحديث دائما يأتي منطلقا من أن هناك هزيمة محتمة للمقاومة المقاومة مازالت صامدة حتى هذه اللحظة وبكل قوة ولكن سؤال أي جديد برأيك من الممكن لواشنطن أن تقدمه للطرف الفلسطيني خلال هذه الزيارة لبلينكين يعني كفلسطينيين كمحللين كمراقبين هل لمستم أي شيء جديد ممكن أن تقدمه واشنطن يعني السيد بلينكين زار المنطقة في الثلاث شهور الماضي أربع مرات على التوالي ولا جديد في الحديث في الموقف الأمريكي سوى النكتة السمجة الذين يتحدثون عنها اليوم التالي وإذا لحظت في الفترات الأخيرة هناك ليس فقط رسائل متناقضة ومتعارضة هناك حالة إرباك تعيش في الحال الإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية كانت تعتقد وجزء كثير من العرب للأسف والاحتلال الإسرائيلي أن غزة لم تصمد أكثر من عشرة أيام أسبوعين على الأكثر وسيكون هناك إدارة جديدة ويوم تالي وإلى آخره لم يحقق في غزة شيء سوى القتل إسرائيل تقتل ولا تقاتل في غزة إسرائيل تدمر تدمر البشر والحجر ولكن غزة صامدة والمقاومة صامدة في غزة لذلك قضية اليوم التالي أنا أعتقد هذه نكتة أصبحوا هم لا يصدقونها لأن اليوم التالي هو اليوم الأخير في الصمود ووقف العدوان في غزة هو الذي يحدد لذلك هم لا يعرفون ما هو اليوم التالي طارة يقول يجب القضاء على حماس وطارة يقول نحن نستوعب وجود حماس ويجب أن نتعامل مع حماس هو التقى مع أردوغان قال له حماس أصبحت ورقة محروقة وفي نفس الوقت قال له عليك إقناع حماس هذه حالة الإرباكة الذي يعيش والأمريكي والإسرائيلي وجزء من النظام العربي الرسمي المتصهيم هم كانوا يدركون أو كانوا يعتقدون أن غزة لن تصمد أكثر من أسبوعين على الأكثر وأن المقاومة ستنهار وستكون غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي لذلك كل يوم سموت في غزة هو يصعب المسألة عليهم بالمعنى الاستراتيجي لذلك السؤال الكبير يرتد عليهم ويجب أن نرفع التوقعات من الموقف الأمريكي الموقف الأمريكي يبيع الوهم ويشتري الوقت وهو في حالة إرباك أعتقد هو في موقف صعب هو الإسرائيلي لا يعرفون هم أنفسهم لا يدركون ولا يعرفون ما هي ملامح اليوم التالي الذين يتحدثون عنه إذن يبيع الوهم الموقف الأمريكي دكتور زياد الحافظ كما يقول أستاذ معمر عرابي ولكن في الفترة الأخيرة جون كيربي كان له تصريح لافت جدا عندما يقول بأن القضاء على حماس كفكرة أمر مستبعد إنها ليست مجرد مجموعة من الإرهابيين ليتم القضاء عليها عسكريا هل هذا يعني أن هناك طريقة تعاطي جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية أم أن التصريح الموقف شيء عندما يتم الحديث والكلام والتطبيق على الأرض شيء آخر ونحن نتحدث هنا انطلاقا من زيارة بلينكين سيد العزيز الوضع في الإدارة الأمريكية كما يقول في العامية حارت كل من إيده لأله يعني كلام النهار يمحوه الليل ما يقوله مسؤول في الإدارة قد يناقضه مسؤول آخر في الإدارة هذا هي السمع لهذه الإدارة يعني من أسوأ الإدارات التي توالت على السلطة في الولايات المتحدة منذ تأسيسها يعني حتى الأمريكيين يقولون لم نرى مثل هذه الإدارة في موضوع الصراع القائم في المنطقة ليس هناك من الرؤية واحدة لأنه هناك انقصام داخل الإدارة هناك من يريد توسيع رقض المواجهة لأنه يعتقد المواجهة الحقيقية ليست مع حماس ولكن مع جمهورية الإسلامية في إيران ويروجد التوسيع المواجهة مع إيران مهما كلف الأمر ولا يكترثون للنتائج التي ممكن أن تكون ولكن هناك أيضا فريق في الإدارة يعتقد أن توسيع الرقعة قد يؤثر في الحزوز إعادة الانتخاب للرئيس بايدا لذلك نرى هذا التجازب بين المواقف المختلفة ولكن حتى هذه الساعة لم يحصم الوضع ولكن ما إلا تميل روايدا روايدا لمصلحة الذين يريدون توفير الحزوز لإعادة انتخاب بايدا وليست لاستخفاد من ما أعتقده البعض الفرصة التاريخية للقضاء على الجمهورية الإسلامية وعلى كل بؤر التي تناهد هايمة الولايات المتحدة لذلك تم إرسال الأساطيل ولكن ما تواضح عن أن هذه الأساطيل هي بما ثابت مع السلاح الجديد الموجود في المعسكر الشرق المقابل سواء في الجمهورية الإسلامية أو حتى في الجمهورية الإسلامية هو جعل هذه الأساطيل خردة عائمة وبالتالي تمسح بالأسطول الأساسي لحاملة الطائرات الأساسية لأنها لا تستطيع أن تتحمل نتائج أي عدوان أو أي عدوان أي وجود من قبل جهة عربية على هذه القطال الأساسية لذلك الولايات المتحدة قامت بعملة عرض عضلات ولكن لا تستطيع أن توظفها في السياسة لا يسل هذه مشروع سياسي يمكن تسويقه لذلك كل هذه الحركات حركات بائسة لا تغني عن جوه ولا تسمن وهذا هو مأزق الولايات المتحدة وليست مهمتنا نحن ولا مهمة محور المقاومة أن تقدم تسهيلات لهذه المهمة خلوهم يتخبطوا وكلما طالت الأزمة صحيح ندفع السمن غالي ولكن سمن الانتصار أو قيمة الانتصار أكبر بكثير من السمن الذي يتم دفعه هذا إذا أردنا أن نحلل بعقل بارد بعيد عن العاطفة ولكن طبعا نتألم ما يحصل في غزة وما يحصل من شهداء سقوط شهداء ولكن أيضا الالتفاف حول المقاومة كبير دكتور زياد الحافظ تمام هذا شيء جديد لم يكن في الحسبان عند الأمريكا وأمام الشاشات اليوم البيئة الحاضنة المقاومة الفلسطينية تقدم ملحمة على مستوى الصمود والالتفاف حول المقاومة بالرغم من كل الألام تشاهد من لديه الشهداء من منزله تدمر من خسر كل شيء ولكن يقول لك المهم أن تنتصر المقاومة وبعد إذن يمكن إصلاح كل شيء دكتورة ليلا نقول هذه زيارة لبلينكين هل للبنان نصيب منها خاصة بعد حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأخير لا أعتقد أن لبنان سوف يقدم أي شيء بما يطلبه الأمريكيون هناك هو بينما يحاول أن يطلبه الأمريكيون وما يمكن أن يقبل به لبنان الأمريكيون يريدون أن يعطوا إسرائيل بالسياسة وبالضغوط ما لم تستطع أن تأخذه في الميدان عندما يأتي الأمريكيون إلى لبنان ليقولوا بأنهم يريدون أن يحفظوا أمن أمن إسرائيل وأن يعيدوا المستوطنين إلى المستوطنات على الحدود مع لبنان لذلك هم يريدون تطبيق القرار 1701 بمعنى من المعاني ما يريده الأمريكيون من تطبيق القرار 1701 هو أن يبتعد حزب الله عن شمال الليطاني هذا أمر لن يقدمه لبنان ولا يمكن أن يحصل عليه الأمريكيون لا بالضغط ولا حتى الإسرائيل يستطيع بالتهديد العسكري أن يحققه أولا حزب الله لم ينهزم لكي يقدم هذه التنازلات المهمة لبنان لن يبقي الجنوب مكشوفا للاعتداءات الإسرائيلية بإخراج عوامل قوة من جنوب لبنان ثانيا الأمر أن هناك عن عدم ثقة كان للبنان تجربة مع الأمريكيين في ترسيم الحدود البحري التي زرعها الأمريكيون بمفاوضات غير مباشرة بيننا وبين لبنان وبين إسرائيل وكان هناك ضمانات بأن يكون للبنان قدرة على التنقيب في مياهه أن تعود توتال وتنقب أن تعود الكونسورتيوم الشركات الغربية وتنقب بالإضافة إلى حصوله على حق القاناة ما أن حصلت حرب غزة حتى انسحبت توتال بدون أن تعطي أي تقرير رسمي لماذا هي تنسحب بدون أن تبرر لماذا تخالف شروط العقل والعقد وهذا يعني أن أي ضمانات يمكن أن تعطي للبنان سوف تكون ضمانات بلا قيمة فما من الأسهل على الأمريكيين والغربيين وتوتال وغيرهم أن ينسحبوا من أي ضمانات فأي ضمانات يمكن أن تعطي للبنان بحفظ أمنه من قبل الأمريكيين والغربيين الذي أتوا وهرعوا ليساندوا إسرائيل وخاصة الفرنسيين الذين يبالغون في التودد للبنان ويقولون أنهم يحبون لبنان ويريدون أن يعملوا مصلحة لبنان أتى ماكرون ليشن حربا على قوى المقومة بعنوان التحالف الدولي ضد القوى التي تهددنا بحسب ما أعلن من ماكرون مع نتنياهو وانطلاقا من هنا مشاهدينا سندخل الآن في توسيع للحديث عن جبهة جنوب لبنان عن جبهة شمال فلسطين المحتلة هناك أزمة نزوح كبيرة في الشمال مع استمرار عمليات المقاومة حسابات جديدة تفرض بعد استهداف قاعدة ميرون الاستراتيجية في الشمال واعتراف الاحتلال بتضررها وقلقه من معلومات حزب الله حسين السيد النار بالنار هو عنوان الجبهة الشمالية تضرب المقاومة بلا هوادة ردا على كل اعتداء هنا لا صدى للتهديدات والتهويلات الإسرائيلية وحدها أصوات الصواريخ هي المسموعة في ميدان هو الفصل والحكم تبعث المقاومة برسائلها الميدانية وفق ما تقتضيه المرحلة من أهداف تختارها بعناية وكذلك من خلال الأسلحة المستخدمة وتوقيت الضربة الله أكبر معركة يبدو أنها ستحفر عميقا في أذهان المستوطنين يرفض معظمهم فكرة العودة إلى الشمال من دون حل جذري لمشكلتهم والحل يعني إبعاد حزب الله لكن ذلك يبدو شبه مستحيل باعتراف قادة إسرائيليين وأمريكيين يثقل النازحون من الشمال الملتهب كاهل الاحتلال اقتصاديا وسياسيا عددهم يصل إلى أكثر من 230 ألف نازح وفق صحيفة وولست جورنال وأمام هذه الأرقام يسقط وهم المسؤولين الإسرائيليين المتكرر عن ردع مزعوم لكن الخطر الأكبر يتمثل باتساع رقعة الحرب ومدايات النار بالتالي بخلق حركة نزوح أكبر وترسخ لفكرة عدم العودة خوفا من تدهور الأمور يهب الغرب لنجدة إسرائيل حفلة زيارات يشهدها لبنان والمنطقة عنوانها تجنب الإنجرار نحو حرب كبرى لكن يبدو أن من التقى مسؤولين في حزب الله ومن سيفعل سيسمع الجواب نفسه لا حلول على الجبهة الشمالية قبل وقف العدوان على غزة أما تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بتوسيع الحرب لتشمل لبنان فتعطي مفعولا عكسيا مع تسجيل انزعاج أمريكي منها تحذر الإدارة الأمريكية تل أبيب في محادثات خاصة من تصعيد كبير في لبنان وفق ما كشفته صحيفة واشنطن بوست وهذا التخوف الأمريكي ينبع حقيقة من إيمان واشنطن بصعوبة تحقيق نجاح إسرائيلي في الحرب على حزب الله وفق تقييم استخباريا أمريكي إذن يزيد التهاب الجبهة الشمالية الثقل على الحكومة الإسرائيلية ويقلق الإدارة الأمريكية في المقابل تتمسك المقاومة بمواقفها وترسم المعادلات بالنار والعين دائما على الميدان أستاذ معمر عرابي الصحفي في صحيفة يديعوت أحرنوت يوسي يهوشع اعتبر أن جبهة لبنان باتت الآن الجبهة الرئيسية وذلك استنادا إلى استهداف حزب الله لقاعدة ميرون شمال فلسطين المحتلة لماذا يعتبر الإعلام الإسرائيلي أن الأمور تحولت بهذا الشكل؟ الإسرائيل يدرك منذ اليوم الأول والآن أصبح أكثر إدراكا أن التحدي الأكبر بالمعنى الاستراتيجي هو ما يحدث في الجهة الشمالية أو بالجبهة الشمالية على الحدود اللبنانية للأسباب التالية أولا الإسرائيلي يدرك أن هناك معادلة رضع كبيرة فرضها حزب الله على الاحتلال وعلى الكيام الإسرائيلي وأن ما يتعرض له الجيش الإسرائيلي بشكل يومي كما قالها السيد نصر الله هي عملية إذلال يومي بالمعنى العملياتي وبالمعنى ما يجري على الأرض هناك اليوم ما قاله في معاريف كتبه مسؤول الشكاوى في الجيش الإسرائيلي قال أن الجيش الإسرائيلي في الشمال هو منهار وغير متماسك وصينهار أمام أي هجوم شامل من قبل حزب الله ولكن بالمعنى الاستراتيجي نحن نرى أن الأمريكي والأوروبي دائما خطابهم واحد لا يريدون توسيع رقعة الصراع ويقصدون الجبهة الشمالية أولا نصر الله وحزب الله قال وأنا باعتقاد أنه لن يبدأ بحرب شامل ولكن ما يقوم به من شكل تكتيكي وبمعادلة دقيقة من حسابات قواعد اجتباك المتدحرجة نحن نتحدث اليوم عن 13 كيلو لا يعيش فيها مدنيون أو مستوطنون إسرائيليون نحن نتحدث عن انهيار اقتصادي ونزيد اقتصادي كامل متكامل الأركان نحن نتحدث عن 70% اليوم 80% من الشركات الإسرائيلية في الشمال فلسطين المحتلة تعتمد على السياحة هناك 76% حسب موقع جلوبس وديماركر أنه 76% من السياحة تراجعت لدولة الكيان نحن نتحدث عن 70% من المزروعات وسلة الغذاء للاحتلال موجودة في شمال فلسطين المحتلة كل هذه 80% من الشركات هناك حوالي أكثر من 250 ألف والإسرائيل يقول 100 ألف نازح إسرائيلي بهذه المنطقة التي لا يوجد بها مدنيين يوجد بها الجيش الإسرائيلي هي حالة إرباك يعيشها الإسرائيلي بالمعنى الاستراتيجي وهو يدرك أن قواعد النار الذي فرضها حزب الله هو يدرك أن الدخول في حرب مكتوحة مع حزب الله ستكون حيفا والشواطئ الإسرائيلية وتل أبيب وكل البنية التحتية الإسرائيلية تحت مرمني نار لذلك أنا أعتقد هذا الإرباك الذي يعيشها الإسرائيلي يدركها الأمريكي ويدركها الأوروبي لذلك نرى اليوم هناك زيارات مكوكية للبنان والمنطقة تحت نفس العنوان لا نريد توسيع رقعة الصراع لأننا يعرف ماذا أستاذ معمر هذه الجبهة في حالتها في وضعيتها الحالية الآن تؤلم الإسرائيلي كثيرا أفهم منك أنا أعتقد ليس تؤلم فقط وحسب وإنما تشكل التحدي الأكبر أنا أعتقد الإسرائيل يدرك أن التحدي الأكبر في الشمال ليس في البعد الاتصادي أو السياسي أو العسكري وإنما في البعد الاستراتيجي ما يجري في الجبهة الشمالية هو يعيد للأذهان لدى الإسرائيلي حول مفهوم حول مفهوم كينونة إسرائيل وجدوى وجود إسرائيل هناك انهيار للأمن القومي الإسرائيلي والعمق الذي بداها على مدار 75 عام لأول مرة نرى أن الجانب الإسرائيل هو مكبل يدين وإن كان هناك ردود ويتحدث عن حرب تكتيكية قد تصل إلى 40 كم الليطاني وما قبل الليطاني ولكن نحن لم نتعود في تاريخ بناء دولة الكيان على مدار 70 سنة أن يضرب كل يوم وأن يقتل كل يوم وأن يجابه بحزب الله ضمن هذه الحسابات الضقيقة دون أن يكون هناك موقف استراتيجي نحن نشهد حالة الإنهيار والإرباق الذي يعيشه الجانب الإسرائيلي هناك المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية تعرف وتعي جيدا أن أي مغامرة أو دخول في حرب شانة مع حزب الله كما قال السيد مصر الله ستكون الردود هي بلا صقوف وبلا ضوابط حتى لو تحدثوا عن لبنان وتدمير لبنان هم يعرفوا أن عام 2024 ليس عام 2060 هل ما قاله الأستاذ معمر عرابي دكتور زياد الحافظ هو ما دفع بوريل مثلا إلى زيارة لبنان الحديث عن زيارة هوكستين أيضا البلينكين في المنطقة ويتحدث عن ضرورة عدم توسيع هذه المواجهة وصحيفة واشنطن بوست تنقل عن تقييم استخباري أمريكي بأن توسيع الحرب لتشمل لبنان يثير قلق الولايات المتحدة الأمريكية هل السبب سبب هذا القلق ما يقوله الأستاذ معمر عرابي طبعا لأن الموقف الغربي سواء كان أوروبيا وأمريكي ليس على الحرص على أرواح اللبنانيين ولكن الحرص على عدم تكريس الهزيمة استراتيجية للكيين الصهيوني عدم توسيع رقة القتال ليس للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة بل للحفاظ على الكيين الصهيوني فقط لغير وهذا الموقف الغربي سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة يعقص حالة التوحد الفكر السياسي الذي لا يرى إلا ما يريده لا يرى الحقاق على الأرض وسوء التقدير الذي حكم السياسات الغربية في المواجهة في أوكرانيا ضد روسية هو نفس الغباء سوء التقدير الذي يحكمه في المواجهة في موضوع غزة يعني عندما يتكلمون ما تكلمنا في المحور السابق ما بعد الحرب وتسليم غزة للسلطة اليوم يتكلمون عن عدم توسيع رقة القتال وكانهم بيدهم أن يتحكموا بذلك من يتحكم بزمام الأمور في المعركة في الميدان هو محور المقامة وليس حتى الكيين سيانة كهيين الصهيوني هو فوقف في موقع ردة فعل والأبعاد التي تكلمنا عن سيد ورابي هي أبعاد حقيقية صحية هذا ما يخشاه الكيين وما يخشاه خلفاء الكيين لكن ليس بين يديهم ما يمكنهم أن يغيروا مصار الأمور حرب الاستنزاف التي اعتقدت الكيين والولايات المتحدة أن ليصالحين هي ليست لصالح الكيين والولايات المتحدة لأن لأسباب عديدة سواء تعريء السردية الصهيونية الأمريكية بأن هذه حرب حق الدفاع النفس ولكن هي حرب إبادة رغم كل تصريحات جون كيربي الذي قال أن هذه ليست حرب إبادة فما هي مواصف حرب الإبادة وهي أيضا تدمير ما تبقى من مقومات وجود الكيين الصهيوني في المنطقة إذن أنا أعتقد استمرار الحرب بشكلها الطريقة الاستنزافية والطريقة التدرجية التي تقوم بها بحبور المقاومة هي الموقف السليم استراتيجي ولكن توسيع رقة المواجهة ليست بياد الكيان ولا يست بياد الولايات المتحدة فهي فقط بياد المقاومة واللافت أن المقاومة دكتورة ليلا قولة توعدت بالرد على اغتيال الشيخ صالح العروري في الضاحية الجنوبية جاء الرد سريعا بعد خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي قال بيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي واضح أن هذا الرد آلم إسرائيل كثيرا وكان رد أولي هكذا كان بيان حزب الله هذا رد أولي على اغتيال الشيخ صالح العروري انطلاقا من هنا أي معادلة أراد حزب الله أن يثبتها من خلال هذا الرد الأولي يعني هذه المعادلة ليست جديدة كان في العام 2019 حاول الإسرائيلي أن يغامر وأن يرسل مسيرة إلى الضاحية الجنوبية التي انفجرت في الضاحية ولكنها لن تستطع أن تقتل أحدا حين ذاك خرج سيد حسن نصر الله وقال بوضوح وصراحة مهما كلف الأمر سوف نرد على هذا الخرق الذي قامت به إسرائيل لأنه في حال لم نرد سوف تغير إسرائيل قواعد الاشتباك وسوف يكون هناك أمر قطير جدا على لبنان وبتلك المعادلة ربطت بهذه المعادلة أيضا عندما قامت إسرائيل باغتيال الشهيد العروري وكان لابد لحزب الله أن يرد أولا لأن الإسرائيليين يعتقدون أن حزب الله مردوع ثانيا لأن استهداف الضاحية غير استهداف بعض المواقع الحدودية كما حصل في وقت سابق عندما استشهد ابن النائب محمد رعد أو غيره من رفاقه الشهداء في حزب الله يعني هناك كان على الحدود بين لبنان على الحنود بين لبنان وفلسطين المحتلة يعني هم جزء من الحرب أما قصف الضاحية الجنوبية واغتيال بعمق الضاحية الجنوبية فهذا سوف يغري إسرائيل لكي تكشف أمن الضاحية أمن بيروت وأن تقوم باختيالات لقيادات حزب الله فيما بعد هذا في الجزء الأول من السؤال حضرتك أما الموضوع الثاني أنه لبنان لا يستطيع أن يتخلى عن أي قاعدة من قواعد الاشتباك التي راكمها بالدماء والدموع منذ عام 1996 ولغاية عام 2024 لقد راكم لبنان الكثير من قواعد القوة قواعد الردع التكافؤ التماثل بين لبنان وإسرائيل لا يستطيع أن يفغل دكتورة ليلة هذا ما دفع الرئيس بري بحسب ما ينقل عنه بالقول بأن الرد عشرة على عشرة العدو قرأ الرسالة جيدا والجنون الذي نشهدهم منذ يومين تعبير عن الألم الذي أصابه في ميرون نعم يعني عندما تنجل غبار هذه الحرب وطبعا نحن وكما قال الدكتور زياد حافظ نحن نتألم مع كل الضحايا الذين سقطوا ولكن نحن سنتقلم بعقل بارد عندما تنتهي هذه الحرب سوف يقول اللبنانيون كما قالوا سابقا عندما قام حزب الله بالتدخل في سوريا لمكافحة الإرهابيين في مواجهة الإرهابيين قال اللبنانيون لو لم يتدخل حزب الله لكانت داعش وصلت إلى جوني واليوم بعد أن تنتهي هذه الحرب وغبار هذه الحرب سوف يقول اللبنانيون لو لم يدافع حزب الله ولو لم يبادر إلى هذه الحرب لا ربما اعتقد الإسرائيلي أنه يستطيع أن يضرب البناء التحتية في لبنان أن يضرب العمق اللبناني وأن يستهدف بيروت أو أن يحول بيروت غزة كما قال الإسرائيلي في وقت سابق مع هذه الخلاصة دكتورة ليلة اسمحي لي أن نختم المسايا هي خلاصة ربما هي زبدة الكلام هذا صح التعبير دكتورة ليلة نقول أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية شكرا جزيلا لك دكتور زياد الحافظ الكاتب والبحث في الاقتصاد السياسي شكرا جزيلا لك كنت معنا من واشنطن والأستاذ معمر عرابي الإعلامي والمحل السياسي شكرا على وجودك معنا في المسائية كنت معنا من رمال شكر دائم والأكبر لكم مشاهدين على المتابعة دائما للمزيد من الأخبار والتقارير زور موقع الميادين في شبكة الانترنت الميادين ضد نت باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسبانية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة